لو عند حضرتك او عند حضرتك السقف ده لقدر الله في مشكلة زي ما هم موجودة عند كده يبقى الفيديو ده ان شاء الله يناسبكم جدا او لو في انت حس ان في مشكلة في السقف عندك وحاوب ان انت تنزل جزء منه وتشوف مثلا في جزء مطبل مفرغ في مشكلة مثلا في الرطوبة وحاوب ان انت تطمن عليه ولو قدر الله ابتدت ان انت تكسر ولقيت المشكلة دي فالفيديو ده ان شاء الله هنتكلمه عن الاسباب وعن العلاج اه بالطريقة عمل ان شاء الله طيب الاسباب يا جماعة كانت ايه الاسباب ان اللي هو اه هو اصلا معمول من فترة طويلة يعني من حوالي خمسة وتلاتين سنة فطبعا ايه اه من فترة طويلة ما كانش فيه وعي بالنسبة للمون وبالنسبة للحديد مش بتحط كفاية اه طبعا اه لما هم اشتغلوا فحصل زي ما تقول ركنت لان دي صالة يا جماعة بالطول طولة حوالي ستة متر او اكتر في العرض بتاعها اتنين متر فالمفروض يكون فيه كاميرا في النص لان طبعا الحاجة اللي بتطول فالمفروض ان فيه كاميرا في النص هي اللي بتشيل الطول ده كله بيحمل عليها يعني فمع الوقت وسنة ورا سنة كان فيه مية بتنزل اه مية الشتاء فطبعا كانت بتركن فحصلت المشكلة دي فطبعا طالما الحديد طالوا مية الشتاء يبقى خلاص كده شكرا يعني اه طبعا ليس عامل الموضوع ده من فترة او سيارة يعني ان انا ابتديت ان انا هنزل السقف لما حسيت ان هو بدأ يريح فابتديت ان انا اكسره وان شاء الله هنتكلمه على علاج بتاعه النهار فيه مرحلة مهمة جدا يا جماعة بعد ما بيتبين الحديد بتبدأ ان انت تصنفر الحديد على خفيف لو قدرت تصنفره وديتهنه حاجة اسمها برايمر البرايمر ده بيكون عند الموان نوع من انواع الزيوت الديهنات يعني اه دهنات الزيت وبيكون لنا احمر وده عشان خاطر الصدى عشان خاطر الصدى يوقف ما يكملش لان طبعا البرايمر اه كويس جدا بالنسبة لموضوع ده بعد كده طبعا اه جي طبعا واحد صاحب حبيبي اه عمل الشغل انتم شايفينه ده ابتدى يترتش الجزء اللي هو في النص اللي هو اه اشتغل اللي هو احنا كسرناه تمام ابتدى ان هو ترتشه طبعا ترتشة برضو ايه تقيلة اسمها انت صافي طبعا الناس اللي بتمحروا الناس اللي بتعمل الشغل ده بتبقى عارفة الشغل ده وعارفة شغلها يعني اه بس انت مهم جدا ان انت لما تجيب صناعة يعمل لك الشغل ده يكون صناعة طويلة لبال لان الشغل ده مرمات اه وبيحتاج طولة بال شوية لانه بتعمل على فترات تمام يعني هو هنا ترتش المفروض بعدها مسلا تاني يوم او بعدها مسلا على اخر النهار بيبدأ يلبش اول تلبيشة اللي انتم شايفين ها دي طبعا الشغل ده اه مقرف جدا بالنسبة للصناعية لان هو بيسقط على طول وما بيبقاش حكمه ومهم جدا يا جماعة تاخدوا بالكم اقعد خلوا الصناعة يحط جبس على الاسمنت. طبعا الاسمنت اللي قدامكم ده يا جماعة هو عبارة عن اربع حاجات يعني مش اسمنت ورمل بس لا اسمنت ورمل وسن زيرو وحاجة تانية اسمها اديبوند اديبوند دي مادة سائلة يا جماعة بتنضاف على اه على الاسمنت او على الخلطة كلها تمام اه والسن اللي قلنا عليه والاسمنت والرمل تمام طبعا معظم الناس اللي شغالة عرفة المادة دي كويس جدا والمادة دي كويسة جدا عشان خاطر العزل تمام بعد كده طبعا هو بيبدأ يدي اول طبعة من التلبيش ودي طبعا يا جماعة بتاخد وقت يعني هو بيلبش النهاردة بيسيبها تاني يوم وبييجي لبش الطبعة التانية والافضل يسيبها يومين بين كل بين كل تلبيشة والتانية يسيبها يومين عشان خاطر تشد وتقدر تشيل الطبعة اللي فوقيها تمام آآ بس كده زي ما هو شغال كده بيبدأ ايه اشتغل واحدة واحدة طبعا اهم شيء بيجيب الحاجات اللي هي الدخل جامد عشان خاطر بعد كده في الطبعة التانية ما يعيدش عليها تاني يعني هو كل في الموضوع ان هو بيخلي الطبعة بتاعتهم الساوية بحيس ان هو الطبعة اللي بعدها هتبدأ تنزل واحدة واحدة وفي الاخر يساوي السقف كله ببعضه دي التلبيشة الاولى كده خلصت اهو زي ما انتم شايفين طبعا هو لبش هنا بسم الله ما شاء الله اسمنت زي ما انتم شايفين عامل ازاي يعني يعتبر اسمنت صافر زي الخرسانة بالزبط ولبالكم يا جماعة السنة الزيلو دي عاملة زي الزلط بس صغيرة جدا يعني حبيبات صغيرة عشان خطر ما تاخدش مساحة في الشغل طبعا المعلم هنا هنا برضو يا جماعة جيه هنا اه اه بعدها بيومين او بتلات ايام ابتدى ان هو يلبش التلبيشة التانية طبعا زي ما قلت مهمة جدا ان انت تصبر على السقف وتجيب صنايعي يكون طويل البال يعني يخلص مسلا شغله لو عنده شغل ويجي لك اخر النهار يسال لكده يبدأ يلبش ما ياخدش الموضوع من من اول يوم لاخر يوم لانه مش هيعرف اصلا يشتغل يوم كامل في الشغل ده لان الشغل بيحتاج ان هو ينشف كويس وبعد كده تبدأ تعيد عليه تاني وتالت ورابع لحد ما تزبط السقف بتاعك ويبقى تمام التمام طبعا دي التلبيشة التالتة نفس الموضوع يا جماعة بعدها بيومين برضو نفس القصة انا اخد معكم المراحل واحدة واحدة عشان لو لقدر الله انت عندك سقف بنفس الشكل ده تعرف المراحل وتعرف تعليجها ازاي الموضوع سهل جدا وما هواش محتاج حاجة في ناس يا جماعة تشتغل بطريقة تانية انها ممكن تنزل السقف كل الجزء ده وتبدأ تعمله تربيزة من تحت كده خشب وتبدأ تصبه من فوق وتزود حديد طبعا دي فكرة كويسة ولكن مكلفة جدا وفي نفس الوقت بهدلة وخطر كمان تمام لكن دي كويسة جدا انا مجربها عندي في الحمام من فترة طويلة من حوالي تلاتتاشر سنة وشغل عندي تمام التمام والسقف بسم الله ما شاء الله ان شاء الله بإذن الله كلنا برضو يا جماعة اه حلقة تانية او فيديو تاني اه عن طريقة تركيب اه الصالة دي الارضية بتاعتها كسر السراميك انا عندي كسر السراميك كتير هنا فان شاء الله نجربوه مع بعض ونلزعوا الارضية كسر السراميك ونشوفوا الطريقة تاني مع بعض والناس اللي ما شافتهاش يا طبعا موجود عندي على القناة منزل كزا فيديو ازاي تستفيد من كسر السراميك اه وان شاء الله برضو نعيدوا الطريقة دي وبرسمة جديدة وبطريقة ان شاء الله تكون اسهل كمان اه عشان خطر لو اي حد عنده اي حاجة يقدر ان هو ممكن ايه ينفزها لوحده هو هنا طبعا بيبدأ يلقط ويشوف ازاي اللي اللي محتاج بيزبطه عشان خطر يبدأ يساوي السقف بقى ويشطبه هم كده يا جماعة بالزبط اخدوا حوالي اه حوالي السبعة ايام او ثمانة ايام في الشغل ده طبعا مش مش كل يوم شغل لا يعني موضوع طول معهم عشان خطر الشغل ينشف ويبقى جاهز للوش اللي بعده طبعا هو هنا يا جماعة بيبدأ يساوي باي حاجة بحيس ان هو يساوي السقف العديم بالجزء اللي هو لسه عامله ويطلع معاه مصبوط وتمام التمام احنا كده يا جماعة عرفنا الخلطة دي بتتكون من ايه عشان برضو الناس تبع عارفة اه اسمنت ورمل و اه اللي هو المادة المادة اللي هي العزل تمام هي اسمها كده والسنة السنة اللي هي الزيرو هي اسمها سنة زيرو بتكون بتتبع برضو عند الموان او عند الناس اللي بتبع الرمل والاسمنت هتقول له عايز سنة زيرو بتكون حبيبات صغيرة عشان خاطر ما تبقاش برزة في الشغل وفي نفس الوقت تبقى زي الزلط بالزبط وتمسك برضو اه وتساعد الصناعة كمان واهم شي زي ما قولت يا جماعة مهما كان الصناعة يقنعك ان انت هتحط جبس او هتحط جبس على الشغل لان ده لو شوية رطوبة صغيرين هتلاقي السقف بتاعك بيبدأ سقط جزء بجزء يعني مشكلة كبيرة جدا يا جماعة الجبس في السقف خصوصا في المحارة يعني انت ممكن تعمل جبس عادي شغل جبس اللي هو الفرم والشغل اللي هو التزيين والوزر والحاجات دي ماشي ما فيش مشكلة لكن في في الاسمنت نفسه ادخل في جبس دي مشكلة خصوصا لو السقف بتاعك منه لله كده وفي مية بتنزل فالموضوع بالنسبة لها كيكون صعب جدا وهيحصل مشاكل كتير بيبدأ طبعا هنا هو يساوي بقى ويزبط شغله ويشطب طبعا الناس دي يشكروا جدا ومن هنا بحب حيهم الناس دي بصراعة عملت معي واجب والله يعني كتر الف خيرهم الصحابي تمام يعني بسم الله ما شاء الله عليهم صناعية عشرة على عشرة وعندهم طولة بال في الشغل دي اهم شيء يا جماعة صناعي لازم يكون عنده طولة بال في شغله ويكون بيحب شغله ده اهم شيء لان انت لما تحب شغلك هتتقنه وهتصبر وهتطلع حاجة انت نفسك تكون مقتنع بها مهم شيء ان انت تعمل الشغل تكون انت مقتنع بيه طبعا هنا بقى بعد ما خلص ان شاء الله برضا هاكل لنا فيديو تاني واحنا بنعمله برضو الايه زي ما قلنا كسر السراميك وهيكون في فيديو تاني واحنا بنعمله النقاشة او الدهنات بتاعة الصالة دي واي سؤال طبعا موجود معكم في الكمنتات ومعلش لو الفيديو طويل شوية انا اسف ولكن حبيت اوضح لكم بعض النقاط واتمنى يكون الفيديو مفيد بشكركم جدا جدا السلام عليكم